شكرا لكم أي معلومة تدلهم على مكان توجده طاهر الديك فقدت آثاره منذ سبعينيات القرن الماضي وهو الآن سجين سياسي معتقل داخل السجون السورية العائلة رغم مرور هذه العقود الطويلة من الزمن لم تفقد الأمل بعد بالعثور عليه نتحدث في هذا اليوم عن هذه القضية الغامضة لغاية الآن مع عائلة المعتقل طاهر الديك طبعا العائلة لغاية الآن لا تعرف إن كان هو ما زال على قيد الحياة أم لا تحدث في البداية مع السيد محمد الديك شقيق طاهر تحدث في البداية سيد محمد هذه القضية الغامضة مرور سنوات طويلة مرت عليكم نحكي للمشاهدين أيضا كيف بدأت القصة بداية أهلا وسهلا بيكو في كفرديك في قلعتكو الجزيرة والجزيرة والنافذة الجزيرة مباشرة هي نافذة بحق وحقيقة التي تعنى بأمور مثل هكذا قضية لها كل احترام ولها كل تقدير وأهلا وسهلا بيكو أنا شقيق الأسير أنا ما نعرف ما أسميه الأسير المعتقل السجين لأن هذه الأسماء الثلاثة لها مصطلحاتها ولها قوانينها لكن الأسير السياسي الأقرب إلى الفهم العام باعتبار أنها هي تصل إلى لاحة القوانين الدولية التي تعنى بشأن الأسرة فقضية أخو ماهر هي ليست أو طاهر هي ليست القضية الأولى لكن هناك آلاف معلف من الفلسطينيين الذين يقبعون في السجون السورية ولا مسؤول أو سائل عنهم الأصل في أن هذه القضية هي قضية إنسانية بالدرجة الأولى حينما تفقد أخاك أو تفقد قريبك أو مواطن فلسطيني في بلد ما على الأقل وزارة الخارجية ووزارة الأسرة وما تبعها من مسميات ومن منظمات هي أن تتابع وأن تواصل البحث للوصول إلى الحقيقة أخي ماهر أو طاهر طبعا ننوه سيد محمد هو له إسمان ماهر وطاهر طب لنبدأ بتعريف الناس أولا عن أخوك من هو كإسم وأي سنة خرج كم كان عمره طاهر عيسى سلمان الديك خرج في عام 1975 بعث رسالي في بعث ستة أشهر ومن ثم اختفى الأثر على اعتبار أن هناك كانت انطلاق للمجموعات الفدائية وكما سمعنا ووصلنا من أحد أصدقائه في ذاك اليوم أو بعد ذلك بأنه تم اعتقاله على الحدود السورية في التسعة وسبعين وأصيب بالقدم هذه معلومات مؤكدة من أحد أصحابه المقربين 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 ومن ذاك الحين لم نتلقى منه أي إشارة بأنه موجود على قيد الحياة إلا في الستة وتسعين بعث لنا برسالة موجزة بسيطة لا تتعدى السطر مع إخوان كانوا معتقالين في السجون السوري من شنلر 18 سنة واحد واحد وعشرين سنة ومفادر رسالة أنني ما زلت أبلغ أهلي أنني ما زلت على قيد الحياة هذا الفقدان وهذا البعد الذي أثر أثرا كبيرا وكان من الأسباب التي أدت إلى وفاة والدتي ووالدي حصرة وكآبة على فقدان ماهر وعدم الاتصال والتواصل معه إمي قضتها يعني بالجبال تبحث عن ماهر لعله عسى تلتقي به كانت يعني تجهز له الأكل والشرب وتطلع على الجبل لعله عسى وبالصدفة تلتقيه إلا أن الله يرحمه ويرحم كل أموات المسلمين يعني ماتت وهذا الأمل كان يعني موجودا في قلبها وفي عقلها وفي عاطفتها في كل حركة كانت تتحركها كانت تتذكر ماهر سيد محمد يعني ربما يعني ونحن نعود للذاكرة يعني نبشت فيكم جروح وحزن على شقيقكم طبعا لكن هذه الصورة اللي بحملها حاليا في إيدي طبعا هذه صورة ماهر كم كان يبلغ من العمر حينها كانت 19 سنة يعني بعد التوجيه ذهب لإكمال دراستي في العراق هندسة زراعية كان مسجل وقبل الهندسة الزراعية لكن الأمور تغيرت وتبدلت بالعراق لعله عسى له إيمانه القاطع والمنقطع النظير في أنه لا بد أن يعود لفلسطين حتى لو جثة محمولة أخي مهر لم يكن هو الوحيد عندنا نائل نائل برغوثي وكريم يونس هم أخوة وأشقاء أربعون عام في أغلال الاحتلال سجون الاحتلال مروان برغوثي المعتقل خمسة المحكوم خمسة معبدات كل هذا هذه حقيقة شعب مناظل يعي بصبره وبإيمانه وبمنطلقاته الثورية والوطنية بأنه يوما سيعود لكن ما يؤسفنا ويذكر كاهلنا وجود أخي في هذا البعد يعني كنت أتمنى أن يكون قد استشهد في فلسطين أو قد حكم مليون مؤبد مش مؤبد على الأقل على الحكومة لما يكون أسير عندها أو معتقل عندها على الحكومة الحاضنة أن تبلغ أنه موجود أن تسمح بالزيارة أن تسمح للجان اللجان حقوق الإنسان أن تزور للصليب الأحمر أن يزور في سوريا هذا غير موجود غير موجود لجلة الحق الدولية رفضوا أنها تخش سوريا وتبحث أو أنها تناقش موضوع السجناء اللي موجودين في سوريا في سوريا فوق 5400 شبه مفقودين حاليا من الفلسطينيين هذا دعوة وهذه صرخة من ملثوم مثلوم ومكلوم إلى سلطتنا إلى قيادتنا إلى جميع حبانا إلى جميع المنظمات الإنسانية أن تتحرك لعل وعسى أن تأتينا بخبر يفرحنا ويفرح ابني الذي يسألني عن عمه سيد محمد نحن نتحدث عن شخص خرج بعمر 18 سنين وهذه الصورة ربما هي الصورة الوحيدة لماهر حاليا حاليا كم يبلغ من العمر إذا كان قدره أن يبقى على قيد الحياة لغاية الآن طبعا 65 عام حاليا يبلغ 65 عام موليد 55 فهو 65 عام أو طبق يعني طبق 65 عام يعني حينما تتحدث عن غربة 40 عام 45 عام أعتقد أنها هذه غربة ليست بالقصيرة هذه بالغربة المؤلمة التي يعني مثل ما قالوها بالشق الصدر طعني في القلب ما أقول أخوي موجود وأنا ما بعرف شوانه ما أقول مش قادر أصل مش قادر تواصل معه للأماني للأماني بقولها لكل مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية أنه ينهض عن الكنب تبعه وعن المقعد تبعه ويقول فيه أن مواطنين فلسطينيين موجودين في شتى البلدان ليس في سوريا بس ولكن الأكثرية في سوريا فيه أن مواطنين فلسطينيين من حقنا نعرف وين مواطننا شهيد ولا ما زال على قيد الحياة هذا حق هذا حق أسرته هذا الحق مطلوب من السلطة أنها تفيدنا فيه فيه عندها لجانها وفيه عندها ناسر اللي يتواصلوا مع الجميع يعني من حق يعرف وين أخوي في سوريا سيد محمد يعني ننتقل أيضا في الحديث مع الشقيق الآخر لماهر سيد عبد الحكيم اديك أيضا طب سيد عبد الحكيم أيضا يعني خلال هذه السنوات عقود طويلة وهذا الملف غامض ولا يعرف لغاية الآن على وجه الدقة كم عدد المفقودين ولكن ماهر اليوم يمثل هذه القضية التي تعنى بها الكثير من العائلات التي فقدت أبنائها أو أحباءها في غياهب السجون اختفاءا قصريا لغاية الأمن خلال هذه السنوات تحدثنا أكثر عن جهودكم في البحث والوصول لأي الطرف خيط قد يقودكم لوصول لماهر أولا نشكر فضائية الجزيرة مباشر على هذا البرنامج الذي يوصل صوتنا إلى كافة بقاع المعمورة لعله عسى أن يكون أحد الناس التقى به أو علم به أو سامع به وأن يوصل لنا رسالة بهذا الخصوص وكما ذكر أخي قبل قليل حيا أو ميتا أخي ماهر اسم الشهرة والرسمي طاهر خرج من هذه البلاد في الخمسة سبعين إلى الأردن ومكث في الأردن مدة شهرين تقريبا ثم غادر إلى العراق ومكث في العراق ستة شهور وأرسلنا رسالة هي الوحيدة منذ أن خرج منذ خمسة أربعين عام إلى اليوم لم يصلنا منه أي خبر حي أم ميت كنا نتواصل مع معظم الجهات المختصة في حقوق الإنسان سواء هائة الأمم أو المنظمات المحلية أو حقوق الإنسان وحتى في المنظمات الحقوقية في الأردن وإحنا تواصلنا كثيرا مع جهات مسؤولة لأنه عندما خرج من حدود الأردن إلى العراق خرج بطريق رسمي إذن هو سجل وختم جوازه ونخرج ولما دخل العراق معناته ختم جوازه ودخل رسمي إلى العراق بعد العراق بدت تأتي الأخبار بقضية أنه جرح أنه دخل إلى سوريا وسجن في سوريا في سجن تدمر في عدة سجون أخرى انتقل وكان في بعض التواصل مع بعض الناس اللي كانوا يخرجوا من السجون السوري السوري ويخبرون أنه يوجد هذا الاسم في السجون السورية لكن خرج والدي يبحث ولم يجد خبر يفرح قلبه الذي مات وحسر في قلبه أن يرى أو يسمع خبرا عن ابنه ونحن منذ 45 عام حتى اللحظة هذه نحن نعيش ألم الفراق ألما على أخينا ماهر والاسم الرسمي هو طاهر الآن أنا أستغل هذه الفضائية لأوجه كلامي وندائي الحار لكي لا تبقى لا أقول غصة وأنا أناشد كافة المسؤولين سواء في السلطة الوطنية أو في الحكومة الأردنية أو في العراق أو في سوريا أنه كفى ألما وكفى أن نعيش هذه الأجواء الكئيبة الحزينة انتظارا بخبر عن أخينا ماهر أين هو فعندما خرج إلى الحدود يستطيع معرفة أين وصل وأين ذهب لأنه خرج بطريق رسمي وقانوني مش تهريب ولا هروبا من حدود إنما خرج طبيعيا وبشكل طبيعي من خلال الإجراءات الرسمية أستاذ عبد الحكيم يعني بعد هذه المدة الطويلة هل ما زال لديكم أي أمل بالوصول فعلا لأي نتيجة سواء كان عبر جهود رسمية أو جهات حقوقية أو عبر مناشد الذي نشدتها قبل قليل هل لديكم أمل حقيقي بأن تصل يوما لنتيجة حقيقية عن ما كان وجود ماهر أو طاهر سواء كان حيا أو ميتا لا زال الأمل موجود بنسبة مئة في المئة أن يأتي لنا خبر عن أخينا ماهر إنه موجود وإنه حي ويرزق إلا إذا صار معه إحدى الأحداث في الفترة الأخيرة ضمن الأحداث التي تجري في سوريا لا نعلم ماذا يجري في سوريا ماذا يحدث مع السجناء ماذا يحدث مع الأهالي إلا من خلال وسائل الإعلام والفضائيات أما ماذا يجري على أرض الواقع نحن لا نعلم ولذلك نحن نوجه هذا النداء إلى كافة منظمات حقوق الإنسان ومنها الصليب الأحمر الدولي الذي يملك صلاحية الدخول لأي مكان في العالم بحكم القانون الدولي الذي يفرض على أي دولة السماح للصليب الأحمر بالدخول والاستفسار والبحث عن أي إنسان ونحن طرقنا باب الصليب الأحمر أكثر من مرة منذ سنوات طويلة لم يصن من الصليب حتى ولو خبر قليل أنه باحثنا أنه سعينا أنه سألنا أنه ذهبنا لم يصن أي خبر من الصليب ولذلك أنا أيضا أحمل الصليب الأحمر الدولي هذه المسؤولية بشكل مباشر لأنه قصر في إيصال أي معلومة والبحث من خلال صلاحياته الدولية والقوانين الدولية طب سيدي أيضا هناك هل توجهون أي رسالة للجهات الرسمية الفلسطينية كذلك ومطالبتها بالتحرك في هذا الملف الذي ربما يمثل شريحة من المجتمع الفلسطيني خصوصا أنه لا يعرف على وجه الدقة بالتحديد كم عدد المفقودين أو الغائبين أو المختفين لغاية الآن في داخل سوريا أولا أنا أوجه ندائي لسيادة الرئيس الأخ أبو مازن لأنه هو رئيس منظمة التحرير ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبصفته هو المسؤول عن الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده في الداخل والخارج وأيضا نناشد ونطالب السلطة ومن خلال وزارة الخارجية ومن خلال مسؤول حركة فتح على الساحة السورية سمير الرفاعي أيضا في البحث وأن يأتي لنا بخبر عن أخينا ماهر في السجون السورية هذا نداء خاص موجه إلى كافة مسؤولي السلطة من سيادة الرئيس إلى رئيس الوزراء إلى وزير الخارجية ومن خلال السفراء في الأردن والعراق وسوريا وطبعا أنا لا أتكلم الآن بصفة شخصية عن أخي ماهر وإنما نتكلم أيضا عن كافة الذين فقدوا أو هم مفقودين لا نعلم أحياء أموات في كافة أماكن تواجد الشعب الفلسطين وقاصة على الساحة السورية وعلاقة السلطة الآن علاقة طيبة مع الحكومة السورية ومع النظام السوري فالذي لك نقول لهم استغلوا هذه الطيبة وهذه العلاقة السياسية الطيبة في البحث عن مفقودي الشعب الفلسطيني في سوريا قبل الختام نتوجه مرة أخرى لسيد محمد الديك سيد محمد هل هناك أي رسالة أخيرة تود توجيها في ختام هذا اللقاء اتفاقيات جينيف على ما أظن أنها تضبط كافة الإجراءات الخاصة بالأسرة وبالتالي على كل دول وقعت على اتفاقية جينيف باعتبارها هي اتفاقية دولية ومنها دولة فلسطين أن يقوموا بتنفيذ وتطبيق الإجراءات اللازمة والمطلوبة فيما يتعلق باتفاقيات جينيف أخوي ماهر أخر مرة أخوي ماهر هو واحد فلسطيني مثله مثل أي فلسطيني أنا ما ببعده ولا بحاول أقارن بينه وبين مروان إلا في حالة وحدة مروان في أرضه على أرضه أو نالي البرغوثي أو كريم يونس ماهر في سوريا أنا كنت لك كنت أتمنى ألف مرة أنه يكون هنا سجين مئة مؤبد ولا أسبوع هناك في دولة عربية تنطق بالعربي ويعني تنطق بالشهادتين هذا للأمانة هذه المفارقة العجيب الغريبة أنه ابننا وناسنا الفلسطينيين في دولنا العربية بيعانوا الأمرين وهنا عمالهم بشوفوا يعني جزء من ريحة الحياة جزء من الحياة مشكلة الحياة لأنه لما تزجن إنسان في أربع متر في أربع متر أنت يعني قطعته عن الحياة الطبيعية اللي لازم يعيشها وبالتالي أنا بقول أخرى مرة هذا نداء لكل المسؤولين والمعنيين وهناك قائمة طويلة ومذيلة بأكثر من ثلاثين اسم موجودة كانت في غزة تطالب بالمفهودين الفلسطينيين اللي موجودين في سوريا هذا نداء وعليهم كما بثوها عبر وسائل الصحافة المكتوبة إنهم حاليا ينشروها عبر الصحافة المرئية والمكتوبة وأن يبلغوا سادتنا قادتنا أحبابنا قيادتنا بالقائمة لعله وعسى أنه يكون فيه هناك جو محترم قد نصل فيه إلى حقائق عن مفقودين مفقود هذا هذا القلب هذا يعني أخرى مرة الأخ لا يساوي لا يساوي بشيء أغلى ما تملك له كلمة الأخ أنا ابن أخر مرة لما يسألني وين عمي ماهر شو أقول له مهتقل في سوريا ليش سوريا العربية العروبية ليش بتسجن عمي من حق الطفل إنه يسأل ويتساعل فإجابتنا بدأت تكون كذبة في كذبة في كذبة قال لي اعتقال مهما كان هو اعتقال وجريمي بحق أبناء شعبنا إن كانوا في الداخل أو في الخارج في إسرائيل ولا في أي دولة ثانية بهذا التساؤل نصل لختام هذا اللقاء وشكري جزيلا لحضرتك لعائلة الديك عموما هنا في كفر الديك في محافظة سلفيت مشاهدين أطلقت العائلة هذا النداء الذي ما زال الأمل يتجدد عندهم بالعثور فعلا على ابنهم بعد غياب هذه السنوات أو شقيقهم بعد غياب هذه السنوات الطويلة هناك أكثر من ثلاثين عاما أو قرابة أكثر من أربعين عاما عفوا على غياب شقيقهم ماهر أو الذي يعرف باسم آخر طاهر داخل السجون السورية اختفاءا قصريا هذا النداء ربما يبعث الأمل مجددا لدى هذه العائلة وغيرها من العائلات الفلسطينية التي أيضا فقدت أحباءها وفقدت أبناءها أيضا داخل تلك السجون إلى هنا نصل بكم لختام هذه النافذة دمتم بأمان الله ترجمة نانسي قنقر